كلام طيب كلام طيب لقاء تواصلي من أجل البوح والحكي والفضفضة لمشاكلنا اليومية في العلاقات الأسرية والغوص في عمق الحياة النفسية والاجتماعية في عمق الحياة النفسية والاجتماعية كلام طيب فضاء حر لكم مستمعين الكرام مع الدكتور طيب كريبان نتحول إلى الدار البيضاء معنا للا إشا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته عليكم السلام طيب كريبان أهلا بيك للا الله يبارك فيك طيب الله يطولين عمرك وحفظك لنا يا ربي أنا عيشة من الدار البيضاء دي جدويت معاك ويخلي لك صحيحتك وليداتك ومعز عليك يا ربي أنا مني كان سمعشي واحد يهدر على الوالدين يا لله كان زعت عشي شوية الله كبار الله إذا أربي اللي عنده والدي الله يخليهم ليه وليماتوا الله يرحمهم يا رب الله يقدرنا الله يقدرنا أنا بغيت أدعي معي يا رب الله يقدرني على ممينتي رجل شحال عديد دعي معي الله يزازك بي خير يا رب نقدرني على ثمان سنين سكينها وهي خطحة الفراش الله أكبر الله يزع ربي يكون معاها ويشافيها ويعافيها وشافي جميع الأموهات يا ربي يا رب وجميع الوالدين والولدات يا رب ودعينا مع ولداتنا الله يعطي من الرفقة الصالحة يا ربي يا رب ويصلحهم ويقو نشوفوهم كما بغينا حينت رحنا مش طنيع لولداتنا بزاف بزاف ما نقول لك شب طيب الله يرحملك الوالدين يا رب أرا هذا الدعاء اللي كدير راني يوميا كنسجلو كنسجلو كنسجلولداتي كحين مفتونين معا مع الدنيا ومشاغيلها بعد مرة يتسمطو بعد مرة ما تيتسمطوش أنا كنسجلو نشجلو كنسجلو كنسجلت لهم الله الله رحملك الوالدين لما دير الدعاء الولداتنا وولدات المسلمين كفة أجمعين أمين رحنا قلوبنا مع الولداتنا لا إله الرفقة الصيئة عذباتنا والله والله في الطيبة تجدرنا محمد الله قرينا كبرنا سمحنا سمرتنا ولكن لا إله لها وحمد رسول الله توليداتنا الحمد لله والشكر لله ولكن خيفين عنهم ما نكذبش عليك خيفة مكان نعش مكان نعش والله هو فيدي مكان نعس من ناحية توليداتي الله يلطف يا رب يلطف يلطف ولدات المسلمين كاملين مش يا ولداتي انا كندعي انا كندعي مولدات الناس حيث يصلح المجتمع يصلح وتولداتي الى ولدات الناس كانوا زوين انتا ولداتي غيكون زوين غادي يشوفوا من هادوك وغادي نيتهداو ولكن اذا كان واحد خيب رايخصر المجتمع كامل وقلب الله سبحانه وتعالى يا ربي يكون معنا واضطف بينا والله يجعل ربي يرحمنا برحمته يرشدها على على هذا المطار يجعل ربي يحسر امورنا والله القسم الى عيتلي وقبوله في البلاد العربية وقبتلي معافاكم ديروا كندنك نديروا كندنك نديروا بكري وديروا جدادنا وقبول غيث طلبوا رايخ الله سبحانه وتعالى رايخ يحبي عبد الملحاح يحر على الله رايخ زيدك ضد الله سبحانه وتعالى ما عدنا منقذ دواره لا اله الا الله يجوعنا ولا يعطشنا يا ربي ويخليك في حيحتك ورحمنا ممينا ومتعك برداها ويخليك لنا باركة يا ربي الله يكتر من امثالكم دع جميع الشيخ ديونا وضع كتر من امثالهم وشكرا شكرا نسمح لي الله يرحم لك الوالدين والدعاء العولي ذاتنا يا ربي يا كريم يا ربي يا كريم حفظك الله للعيشة الله ينورك بنور الله الله يحفظك بحفظه شكرا لك لله والحمد لله نور الايمان ونور اليقين في القلوب وفي النفوس وفي الضمائر ربي سبحانه وتعالى هو الحنان والمنان كيف ذكرتنا للعيشة راه لي اللي يرضى عليه الله تعالى كي يرضى على الوالدين ويردع للوالدين واللي كسروا الوالدين كي يقولوا ما يجبروا الصالحين الوالدين شي حاجة عظيمة وشي حاجة رفيعة المقام يكفي ان الله تعالى من فوق سبع سماوات اطلق حكما قضائيا ربانيا فقال وقضى ربك هذا حكم قضائي وقضى ربك اللا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا ربي عز وجل قد يقرن ما بين التوحيد والعبادة لله الواحد الاحد قرنها مع بر الوالدين وقال لنا يقدر يقع الغيار ما بين الابناء والوالدين يقع الغيار ممكن عدم التفاهم كن ما يسمى بصراع التقاليد كل واحد كنت مئي لجيل وكل عنده تقفاء وكل عنده فكر فقال لنا الوقع الغيار بالوالدين وما بين الابناء اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما الكبر قيل هو هو كبر السن وقيل هو الكبر في الموقف ان الوالد اتخذ موقفا انت موقف معاكس ان الام عندها رأي انت عندك رأي معاكس اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقول لهم افن لو قع الخلاف ولو قع الجدال ولو قع النزاع اياك ثم اياك ان تقول لهم اف حتى العلماء قالك لماذا ربنا ذكر التأفيف قالك لانه اقل الاشياء وان لا فالعلماء ذكروا مجموعة صفات لا ينبغي ان تكون في التصرف مع الوالدين قالوا حتى النظرة اللي كتك تشوف فيه اياك ان تحد له كالنظرة خلي عينك تحت الارض ما تخليش عينيك في عينيه اياك ان تحمل يدك ترفع يدك عليه اياك حتى في الطعام اياك ان تأكل لقمة امتدت اليه عينه هو بغدك اللقمة انت سبقته لها اياك و اياك و اياك قالوا اقل شيء هو التأفيف فلا تقول لهم اف ولا تنهرهما تقول واحد الكلام تقول لهم ما فهم والونت و مقدام و عندكم عقلية قديمة و بالية هذا كتسمى كتنهره كتحاول ما ام كانت تمس بالكرامة دياله فان ما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلهما فلا تقول لهم افن ولا تنهرهما و قل لهم قولا كريما يعني في الكلام اختر الكلام الجميل اختر الالفاظ الرقيقة دائما كلمهم بادب و احترام و تقدير و قل ربي ارحمهما كما رب صغيرا يعني الحق الاخير قال لك هو بعد موتهما ملك يموت الوالدين عندك انساهم عندك غرد فنهم و الدير العشاء و من بعد دير الاربعين اياه و تنسا و القسم التاريكة و صاف كل واحد عشياته اياك ثم اياك ان تنسى موت والديك دوما تذكر و قل ربي ارحمهما كما رب ياني صغيرا يعني بعد موتهما ما جاء في اول اية قاله هو قيد حياتهما و ما جاء في ختام الاية قال لك هو بعد موتهما هذا حقوق الوالدين ثم ربي عز وجل لان الحياة مستمرة اعطانا حقوق اخرى للابناء هذه الابناء من اللي غنو ولدوهم طلب منا كذلك ان نقبل من ولدوهم نديروا واحد مجموعة كبيرة ديال الاداب و ديال التصرفات قال لنا اول حاجة اختاروا لنطفكم لك يبغي تزوج لانسان يختاروا لنطفته كيقلب على المرأة كيقلب على المرأة الصالحة المرأة من كل الناس قال لنا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم تنكح المرأة لاربع لجمالها ومالها ونسبها فاضفر بذات الدين تريبت يدك لماذا قال هذا الكلام لان اليهود في ايام زمان المقياس عندهم ديال اختيار المرأة الى يومنا هذا المقياس الاول ديال اختيار المرأة ان تكون داته مال دبال انسان اليهودي افتقى فاليهودية اللي بغي تزوج خص المرأة واش عنده شي فلوس واش عنده شي وظيفة واش عنده شي شي ارت النصارى عندهم المقياس الاول لاختيار المرأة هو الجمال يقلبوا على المرأة تكون في واحد المواصفات ديال الجمال تكون تغري العين العرب اللي كانوا قبل الاسلام قريش وما جاورهم كانوا يقلبوا على النسب يقول لك شكون بها شكون عمها بها هو الرئيس فلان عمه هو السيد فلان من الاعيال المدينة فلان يعني كتناسب نسبية كتكون عندها علاقة مع الناس الكبار القوم فاليهود يختارون المال والنصارى يختارون الجمال والعرب يختارون النسب ولما جاء الاسلام قال اختاروا الدين الدين فمن اختارها لدينها تريبت يدك يعني اصبت التراب معناه فوزت ورب الكعبة تفوز فوزا عظيما وبالمقابل قال لنا اياكم وخضراء الدمن اياكم وخضراء الدمن قيل من هي خضراء الدمن يا رسول الله قال المرأة الحسنى في المنبت السوء كلك يتزوج مع امرأة هي جميلة حسنى خضراء الدمن فيها جميع المواصفات على المرأة الجميلة ولكنها نبتت وتربت في منبت السوء يعني وخات كل جمال واحد اللحظة تستمتع به ولكن فيما بعد غتلقى الويل والتبور لهذا حقق الأولاد كي يبدأ أولا من اختيار النطفة اختاروا لنطفكم فإن العر قد الساس سواء للرجل أو المرأة الراجل ملك يختار غد يقلب المرأة اللي غد تود له الولاد يكونوا صالحين مصلحين طيبين وحتى المرأة ملك يتقدم لها الإنسان للخطبة كتقول هادي السيدلي أمامي هراه أولاده غادي يكونوا بحاله وش هو في صفة حسنة وش هو على دين وش هو على خلق وش هو على تربية يعني كتكون خصائص ويراتية احتراجها في الحديث وخولوا أبناءكم وخولوا أبناءكم بمعنى أن الإبن كي يطلع الخال الصفات الويراتية في الغالب كتكون من الخال والبنت كتكون من العم فهذا المواصفات وهذا الإرشادات قالها النبي الكريم في الأول من لنختار الولد ومن لغي تزال عدنا الولد ديك ساعة تكون تربية ويكون العناية سيدنا عمر قال لعبوهم لسبعين وعلموهم لسبعين وصاحبوهم لسبعين هذا ملخص تربية لقال سيدنا عمر من الخطاب في التعامل مع الأولاد والبنت لعبهم لسبعين سبع سنة اللولة كتكون فيها علاقة اللعب دريك يبغي يلعب عقله كله في اللعب واللعب فيه مهارات وفيه فنون كثيرة وعلمه لسبعين سبع سنين ثانية كي بدي تعلم كي تعلم اللغات كي تعلم الحراف كي تعلم تقنيات كي تعلم الكفايات وسبع سنين ثالثة قال لك وصاحبهم لسبعين كتكون عندك الصحبة كتصاحب معاه كتحترم الرأي ديالو هنا غد يكون الولد مزيان ولكن هناك مؤثرات كتفسد لنطر بيد الأولاد ديالنا قد يكون أولها الرفقة السيئة كما ذكرت للعيشة الرفقة السيئة من أخطر الأسباب هيك عوامل كثيرة ركين عوامل وخل مدرسك تقري وخل بيتك يا ربي ولكن التأثير اللي كي يجد الأولاد هو متنوع كين الشارع يقدر يكون ذاك الشارع اللي كيمشي فيه الولد غير سليم يقدر يكون وسائل الإعلام اللي كي تعامل معها كتكون كدت تمرر خطابات اللي هي سيئة وداب الآن كل شي عنده وسائل تواصل اجتماعي عنده هاتف نقال دكي عنده حاسوب وكتلقى كيدخل المقاقع مختلفة وطبعا غيرتعلم أشياء غريبة لكن أخطر أخطر ما يؤثر في الأولاد والبنات هو الرفقة إلا كانت رفقة طيبة ره هذه فلحة ورب الكعبة إلا كانت رفقة سيئة فهذا الله يسترنا ويستركم لأن الرفقة السيئة كي يقولك الصاحب ساحب الصاحب ساحب شحال دي الأمهات كان عرفهم كي يبكي على ولداتهم كالوليد كي قرم زيان وكان على خلوق وكان مأدب ومن بعد قال له بغيت نخرج للحياة بغيت نشوف أصدقاء مشي اللعب الكورة مشي اللعب الرياضة وكي يخرج خارج ولم يعود وحينما عاد مع السن المراحقة جات في صفات غريبة كي اللي فيه تمرد كي يرفع صوته بقوة على أمه كي اللي كي طالب بأموال طائلة كي يقول لي ما در تيواله في الحياة ديالك كي اللي كي يعتاد على الإخوة دياله وأخطر ما كين من لكي التبلاء والعياد بالله إما بالمخدرات أو بالسجائر أو بالفتيات كي تقول هل من مزيد هل من مزيد كنعرف أمهات كي يبكيوا بالليل و بالنهار انطلبوا الله تعالى يهدلوا وليدت ديالنا انطلبوا الله تعالى يرد بهم رد جميل انطلبوا الله تعالى هو اللي يطأهم لنا هو يحفظهم بكامل العناية والرعاية يحفظهم في الدهاب وفي الإياب وفي الغدوة وفي الروحة الله يلاقيهم مع الأخيار ومع الأبرار ومع الصالحين والله يصرف عنهم أهل السوء وأهل البلاء وانا كنتكلم الآن وكتحضر في دهني العشرات من الأمهات والله إلى غير هذا النهار مع سالة الظهر لقيت واحد سيدة مسكينة كتبيع في الشارع العام دياله واحد مفرشة كتبيع واحد البضاعة بسيطة بدراهم معدودات واستوقفتني وبقيت كتبكي كتسمع الظهر كتياعفك المدعيم معي رهمت لي الراجل وخلى لي بنيات ولدات الوليد رأوا لك يشرب المحيا والبنت رأى خرجات وراني كان بكي بليله بالنهار ومعرض من مندير وانا كان قلب على لقمة العيش كان نخرج من الصباح كان فرش هنا وكيجو أعوان السلطة يقول لي حيدي هاتشي من هنا يرى ماشي قانوني ماشي مسبوح به وكان قهربانا من المكان للمكان كان قلب على لقمة العيش باش نخلص الكرا والموت ضوب ودري يا مجني تلوقت متأخير ودري غيب يشرب المحيا والدي جلد للقهيد ديها كتشوف المعاناة ديالها ربي اللي عالم وسيدة تانية قاتي أجي معي الله يردعليك راني في ليخ جونس راه والدي در شجار معاشي ولاد ضربوه لوجه دياله وقد يخيطون لها عافك غير اليوم وقس على دليك كل يوم ناس عندهم مصائب كثيرة اللهم تعالى يحفظ الجميع احنا عدنا كما قلنا أيها الأحباب عدنا واحد سلاح ديال الدعاء لما القى حل المشكلة دياله غضي فيق في جوف الليل والناس نيام كي تسمى وقت الغفلة كل شي ناعس كل شي غافل الله تعالى ينزل إلى السماء الدنيا نزولا يليق بجلاله وكماله فيقول هل من صاحب حاجة فأقضيها له هل من داع فأستجيب له هل من مستغفر فاغفل له ويظل رب العباد ينادي والناس نائمين فكل واحد منا احتاج إلى أمر من الأمور يقوم في هذا الوقت من أهل الليل ويدعي الله تعالى إدعي هالوالدين إلك نبيتين بالرحمة والمغفرة وبجنة الفردوس الأعلى إلك نؤحياء اطلب لهم الله السلام والعافية والصحة ويعطيهم الله حصل الخاتمة وإلى كان ويدعي مع الوليدات ديالو بالهدايا والصلاح لأن العيشة أيضا أشارت إلى أن نحن الآن في هذا الشهر هذا المفروض يخصد كل أمطار غزيرة هذه الأيام الناس كلهم مخنوقين والسبب هو أن هذا الجو ما فيش الأمطار كالمفروض ده بل أن تكون الأمطار كتغسل النفوس وكتغسل البيئة وكتغسل المتاع كتغسل كل شيء رحمة من عند الله ولكن للأسف الشديد كالقو بأن هذه الأيام تأخر المطر كالعادة هذه للسنة السابعة على التوالي أرغم أن هناك زخات مطرية كانت في أول سنة ولكن لا حول ولا قوة إلا بالله كيف قتل اللعيشة الناس في البادية كانوا كدروا بعض المرات شيء ممارسات كدروا يشتابعوا في المسجد كدروا واحدة قصعدة الكسكسو في الطعام كل خيمة كدروا قصعدة الكسكسو ويدعى لها الجميع وكيجيبوا الطلبة دي الدوار وكيبقى يقرأوا القرآن الكريم وكدروا الإطعام يعني كتلقى القرآن الكريم يتلع والإطعام دي الكسكسو والمقارش دي لتاي يعني واحد الجلسة ربانية إيمانية أحسن طعام لي يعطي قوة الإيمان هو طعام الكسكس ومآتيك يكون حار وحلو وحمر وحامي كيحل حنجورا وكيبقوا الناس يخرزوا السلكة يقرأوا كلام الله كلام الله كلام الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قراءة جماعية مباركة ثم بعد ذلك كيبدوا بالاستغفار وكيبدوا بالذكر وكيبقوا يهللون لا إله إلا الله ويكبرون ولا شك ولا ريب أن الله تعالى كينزل الرحمة كينزل الله سبحانه وتعالى أمطار الخير وهو القائل في كتابه العزيز الله الذي يرسل الرياح فتتيل سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الوضق يخرج من خلاله فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين فانظر إلى آتان رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير هذا المطار من اللي كيتأخر راكي تسمع عند أهل الله كيسموه تنبيه الغفلين لماذا ربنا عز وجل لا أمسك علينا المطار رمشحت كي المناخ وكي التسحور وكي التغير كبير في الأجواء العامة هذه كله أسباب منطقية وعلمية على رسل عين ولكن السبب الكبير رفي تنبيه الغفلين الله سبحانه وتعالى أراد أن يذكرنا بأن المطر هو الدليل على رحمته وعلى كرمه وعلى جوده فالناس لما يتعلقون بالأسباب يتركهم رب الأسباب لأسبابهم ولكن إذا تعلقوا برب الأسباب فإن الله تعالى يعطي الخير والبركة والتيسير وهو القائل ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحي الموت إنه على كل شيء قدير أول ما يموت في الإنسان هو قلبه القلب إذا مات ولم يعد يذكر ربه فإنه يصبه العجز ويصبه الشلل إحنا مطالبين جميعا أيها الأحباب الكرام أن نحيي قلوبنا كيف نحيي قلوبنا بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب وخير ما نذكره وإحنا كانت لنا والمطر هو الاكتار من الاستغفار كلما أكترنا من الاستغفار يريد أننا نديرو حملة حملة الاستغفار احنا مرة مرة كنسمعوا بعد الناس كيوجهوا الرأي العام كنديرو حملة حملة ديال النظافة حملة ديال محاربة الأسهار حملة ديال محاربة منتوج معين حملة للتضامن مع الشعب الفلسطيني حملة من كده هذا كله جميل هذا كله كيعبر على تشكيل الوعي الجماعي كنتمنى إن شاء الله نديرو حملة في هذه الأيام للاستغفار كلنا كبيرنا وصغيرنا ذكرنا وأنتانا الحاكم والمحكوم الكل الكل اكترم الاستغفار وغلقوا رحمة الله علينا جميعا ربنا عز وجل ليقول في محكم تنزيله فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا ما لكم ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلأكم أطوارا الله تعالى يعاتبنا لماذا لا ندق بابه لماذا لا نقف بين يديه متضرعين خاشعين متدللين إن فعلنا ذلك آرانا عجائب صمعه وآرانا واسع كرمه ربنا يقول وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء ماء طهورا لنحي به بلدة ميتة ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسية كثيرا ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا هذا هو السبب ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا نحن ربما نغفل نأخذ النعمة وننسى المنعم هذا هو مشكلتنا أكبر مشكل عندنا أننا نأخذ النعمة وننسى المنعم وإذا أخذ النعمة لا نكد نشكر ثم نستعمل النعمة في معصيته وربنا ينادينا يقول عبدي لما جعلتني أهونا ناظرين إليك أعطيتك نعمة لتفعل بها الخير وها أنت بها تتحداني وتخالف أوامري وتخاف من الناس تخاف من السلطة تخاف من القانون تخاف من رجال الأمن تخاف من الجيران تستتر ولماذا تجعلني أنا ربك أهونا ناظرين إليك نحن جميعا أيها الأحباب الكرام نحن الله يرحمد عفونا ولكن كترم الاستغفار ما اللازم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرج ومن كل ذيق مخرج ورزقه من حيث لا يحتسب كنشكر للعيشة لذكرتنا بهذا الوضع اللي احنا نكاد ننساه جميعا أيها الأحباب ما حنا مجموعين ندير واحد الفتحة نرفع الدين إلى السماء ونطلب الله تعالى اللهم يا رب العالمين اصلح لنا الأولاد والبنات ورحم الوالدين اللي كانوا أموات وانشر رحمتك وأحيي بلدك الميت اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين اللهم آغتنا اللهم آغتنا اللهم آغتنا برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين قولوا معنا جميعا أمين آمين آمين يا رب العالمين الحمد لله ما مولي بارك الله فيك ولله الحمد أخوي الله يلحم لك المهمة اللهم أمين يا رب يا رحمن يا رحيم والله يلحم لك قرّك جزاك الله ألف خير ديما كان تفرجوا معك دايما 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 أكرمك الله أخويا والله يخليك لنا ديما مننورنا بارك الله فيك الله يلوورك بنور الله وخسيدي بإذن الله وأن نأخذ الرقم لك السمستفع وأن توصل معك بإذن الله لا إله إلا الله مولاي مستفع أن نأخذ الرقم لك مولاي وأن توصل معك الله يحفظك ويرعاك ويبرك فيك ويحفظك الله اللي ولدات ويحفظك الله تعالى العائلة والأحباب وزيدك ربي من فضله ومن نعيمه ويجعلك الله تعالى من أهلي وخاصته وكل ما في قلبك وضميلك ونفسك ربنا أعلم به أسأل الله تعالى أن يعجل لك بالفرج اللهم أمين اللهم أمين يا رب العالمين شكرا لك خيام صطفاء من إقليم الشتوكاء ونحن تحول إلى إقليم آخر وإحنا دوما معكم أيها الأحباب الكرام نعيش في رحاب الإيمان واليقين ونتألم من تأخر المطر نتألم طلب الله سبحانه وتعالى يكرمنا بهد النعمة الطيبة المباركة نعمة الأمطار أمطار الرحمة وأمطار الخير في القارب العجل نطلب الله تعالى أنه يوفقنا أننا نظل نستغفره في الصباح وفي المساء نستغفره في الغدوة والروحة في كل وقت وحين وسيد الاستغفار أن نقول اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الدنوب إلا أنت هذا كنت سيد الاستغفار نقولها ونعودها أربي عز وجل من صفاته الحياة يستحيي إذا رفع إليه العبد يديه أن يردهما صفرا خائبتين الله كريم الله اكرمنا وإياكم السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله